ندخل الآن في صلب الموضوع ما الثروات التي تطمع بالحصول عليها إيران في العراق نعم أنا كتبت في هذا الموضوع في فترة ما وقلت أن لا نستهين بالنظام الإيراني النظام الإيراني أخذ دروسا كثيرة من التاريخ الإنساني تاريخ الاستعمار وتاريخ الاحتلالات فهو لم يقوم بما قامت به الدول المحتلة كما تفعل في السابق يعني احتلال عسكري فهي لم تتكبد عن هذا الأمر من قام بهذا الأمر المحتل الأمريكي ولكن استطاعت أنا لا أعرف ماذا أسميه هل هي غباء من الأمريكان أم أنهم كانوا مضطرين للاستعانة بالنظام الإيراني النظام الإيراني طوى مرحلة الاحتلال العسكري على اعتبار أن الأمريكان موجودين وقفز إلى الاحتلال السياسي جعل الإرادة السياسية للنظام الجديد مرتهنة بيد أحزاب هي موالية مئة بالمئة لإيران سواء من الأحزاب الشيعية أو الأحزاب الكردية وكذلك بعض السنة المحسوبين أيضا على إيران وبالتالي هذا النظام الجديد أصبح بالكامل ولاء إلى إيران وبدأت من خلال العقود من خلال صفقات الفساد من خلال أساليب عديدة تتدفق خيرات العراق إلى إيران سواء بالعملة الصعبة أو من خلال وقف الصناعة العراقية ووقف الزراعة العراقية لتحول العراق عبارة عن سوق كبير لمنتجات إيران وبالتالي سيكون هناك اعتماد كل على إيران الآن وبعد مرور عشرين سنة من هذا الاحتلال واستيلاء إيران على العراق ترى أن لا يمكن للعراق أن يعيش يوما واحدا بدون الدعم الإيراني فإيران هي مسؤولة عن تصدير الوقود هي مسؤولة عن تصدير الكهرباء مسؤولة عن تصدير الخضروات بل وصل الأمر إلى أبسط أنواع الخضروات يتم استيرادها من إيران بل الأكثر من ذلك الآن فتحت شيء آخر وهو محاولة ترويج المخدرات المخدرات إيران تعتبر من الدول المنتجة لها وميليشياتها سواء في سوريا أو في لبنان هي مساهمة كبيرة في إنتاج المخدرات وحولت العراق من بلد لم يكن يتعاطى ولا كان ساحة لمرور المخدرات حولتها إلى بلد متعاطي وبلد مرور إلى دول الخليج وبالتالي هذه المخدرات تدر على إيران أموال ضخمة للغاية وهي تجارة طبعا غير مسيطرة عليها من قبل النظام العالمي المالي وبالتالي هي تستطيع الاستفادة من هذه الأموال في ظرفها الحالي الذي يقال أنها في حالة حصار ترجمة نانسي قنقر